مثال من الأحاديث التي ترتبط بهذا الموضوع الكتاب الذي بين يديه هو كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد رحمة الله عليه المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 233 عن عبد العزيز القراطيسي قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الأئمة بعد نبينا صلى الله عليه وآله الأئمة بعد نبينا إثنى عشر نجباء مفهمون من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء واضح الحديث عن الأئمة الأوصياء الأئمة من بعد نبينا وهم الذين تكون لهم الولاية على الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم الأئمة الأوصياء أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم الأئمة بعد نبينا صلى الله عليه وآله إثنى عشر نجباء مفهمون من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء هذا الحديث وأمثاله مضمونه يرتبط بسلسلة الأئمة الأوصياء عندنا أحاديث أخرى كتاب الغيبة لشيخنا النعماني وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة صفحة مية وثمانية وعشرين الحديث الرابع عن حمران ابن أعين وفي قراءة ابن أعين سألت أبا عبد الله يتحدث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه سألت أبا عبد الله عن الأئمة فقال من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات من أنكر واحدا من الأئمة الأحياء فقد أنكر الأئمة الأموات والرواية نفسها الرواية الخامسة أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات الراوي مختلف لكن الرواية هي هي في صفحة مية وثمانية وعشرين الحديث التاسع عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه رجل قال لي أعرف الآخرة من الأئمة ولا يضرك أن لا تعرف الأول قال فقال الصادق صلوات الله عليه لعن الله هذا فإني أبغضه ولا أعرفه وهل عرف الآخر إلا بالأول هذه الأحاديث الأحاديث تتحدث من دون تشخيص لسلسلة الأئمة الاثني عشر إنها تتحدث عن سلاسل الأئمة الأخرى فهذه الأحاديث فهذه الأحاديث شاملة لسلسلة الأئمة الأربعة عشر ولسلسلة الأئمة أصحاب الكساء وهكذا ما قرأته من حديث عبد العزيز القراطيسي كان بخصوص سلسلة الأئمة الاثني عشر سلسلة الأئمة الأوصية الأئمة بعد نبينا اثنى عشر نجباء مفهمون من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء قلت لأبي عبد الله محمد ابن مسلم يقول قلت لأبي عبد الله رجل قال لي أعرف الآخر من الأئمة ولا يضرك ألا تعرف الأول قال فقال لعن الله هذا فإني أبغضه ولا أعرفه وهل عرف الآخر إلا بالأول الحديث هنا ليس عن سلسلة الأئمة الاثني عشر فعندنا صنفان من الأحاديث هناك أحاديث تحدثت عن سلسلة الأئمة الاثني عشر ولعنت وأخرجت من الدين من الدين الذين ينكرون واحدا منهم أو يضيفون واحدا إليهم ولكن هناك أحاديث تحدثت عن سلاسل الإمامة الأخرى بما فيها وهي الأصل سلسلة الإمامة الأم إنهم الأئمة الأربعة عشر فهذه أمثلة من الأحاديث التي تحدثت عن سلاسل الإمامة التي عقدت الحديث لأجلها في هذه الحلقة أعتقد أن صورة إن لم تكن قد اتضحت بالكامل صارت قريبة من الصورة الواضحة نذهب إلى فاصل